تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى حيث تقدمت سابقا بمشروع قانون يتضمن الحصول على قرض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار وداخليا بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد وقد صادق عليه البرلمان وتؤكد المصادر النيابية أن ارتفاع أسعار النفط خلال الوقت الراهن والاقتراض المحلي والخارجي أمن رواتب الموظفين لشهر تموز الحالي غير أن موظفي الدولة لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن بالمقابل كشفت مصادر أخرى عن أن وزارة المالية لم ترسل أي إشعار بإطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز الحالي ناهيك عن وجود نقص بالسيولة المالية التي قد لا تغطي جميع الرواتب ومع قرب حلول عيد الأضحى تسيطر المخاوف على الشارع العراقي خشية تأخر صرف الرواتب كما حدث خلال الشهرين الماضيين خاصة وأن قضية إطلاق الرواتب يتحكم بها توقيت توفر السيولة المالية